إحنا علاقتنا إيه؟ يعني إحنا إحنا لينا في الموضوع ده أي مصالح بمكسب لأي طرف من الطرفين؟ يعني إحنا زي بيحدد مصلحتنا تجاهد شأن الدولي ده إذا حصلت عمليات عسكرية وأدت إلى ارتفاع ضخم أكتر في سهار البترول أدت إلى توقف في واردات القمح ما أنت عندك أوكرانيا وروسيا الاثنين دول مصدرة للقمح ودول فيها معادل مختلفة سوف تؤثر على الأسعار العامية الأمحي همنا، الغازي همنا، البترولي همنا يعني إنت من تشطرف من تشطرف تحارب ولا حد حربك إنما هتدفع التمن وبعدين دلوقتي الحرب كونية لو حصل عمل عسكري حيشيل لأوروبا كلها طبعا ده واحد كان مكانين مبارحة قال لي ده حيتلككوا بقى يوقفوا الطهران الروسي لشرم الشيخ كل واحد يبصوا على مصلحة دلوقتي يعني مصلحة لتخصوا طبعا بقولوا إيه الأخبار؟ قال لي لا يا عمد إحنا قلعانين بجده إحنا مخلص صدقنا كل من تريد أن يتنفس طلع علينا مشكلة وده مشكلة مش في إيدنا بقى ده مشكلة دولية كاملة وبعدين بصوا بيانت برضو وحدة العالم تعرف زي ما حصل الكورونا كانت درس في هذا إنه هو السوشال ميديا بتني الأخبار بشكل لحظي نفس الشي دلوقتي بان في الأزمة أوكرانيا إنه الدنيا غير زمان إنه تبص تلاقي لحظة بلحظة العالم كله بيتابع ما يدوه وأصبحت قضية مشتركة للمواطنين في كل دور العالم وإحنا من إمتى يعني نتقابل بنا وبين بعض فنتكلم عن أوكرانيا وروسيا بتاعي يعني يعني ده السوائل معي بقول لك كورانيا حتحارب يعني ودخلنا في مرحلة وصلت إلى المواطن الليمان في إن دا ستريت إنه بيفكر في هذا الصراع العالم تغير إحنا تاريخيا عندنا تعاطف مع روسيا أنا بكلمينا على مستوى الرأي العام ومستوى الشعبي أصلا الناس زي ما تقولك يعني ناس زي ما في وسط النقاشات تقولك هي عايز حد يقف للأمريكيين إحنا تاريخيا عندنا الحكاية دي لا إحنا مش بايس للروس مش بكلم على السياسي عمسوى مصري العادي الشعبي عمسوى الشعبي العام الكنيسة الأرثوذوسية الروسية كانت تول عمرها معادية للإسلام بشكل واضح في المنطقة وللدول العربية والإسلامية وما كانش عمرنا أبدا يعني حلفاء قريبين في العهد الملكي وبعدي بس إصناء عصر عبد الناصر لما قات صفقة الأسلاحة عن طريق تشيكزوفاكيا الأسلاحة الروسية وحصل الساد العالي وحصل بقى كل ده ما كانش حبا في الروس إنما كان نفورا من الأمريكان نفورا من الأمريكان الأمريكان اللي ترضينك أو لأنهما ما وفقوش على مساعدتك جون فوستر دالس هو اللي بيديقك فأنت تطريد تروح الناحية الثانية العالم تغير دلوقت لكن لو كنت تعمل استخصاء في الرأي العام في مصر بين طالبة الجامعات إياه ما تخرجنا أحنا في الستينات مثلا تحب يا ابني تدرس دكتوراه في روسيا أو اللي في أمريكا أو اللي في أمريكا كله حيفلس على أمريكا إنها محدش أمد أنها حيرحح بأن يروح روسيا انتهى عصر المواجهات العسكرية الكبيرة في العالم أنا أمين لله هذا يعني الحروب الموضوعية وخارج أوروبا أصلا الحرب في أوروبا حرب مش شهلة يعني أنت جانك بتحارب في منان التحرير مثلا لكن لما تحارب في منوف أو طنطة أو إنا هي أرض جزء من أرضك أيضا ولكنها ليست لها نفس الحساسية والتأثير لمركز السقل شكرا